ما بين لهيب الشمس وصرير الريح يقاس المئات من النازحين ظروفاً صعبة هنا في مخيم المشقافة جنوبية مديرية توباً بمحافظة لحج حيث تقطن الأسرة النازحة من مناطق الصراع القريبة تبدو الحياة فصلاً آخر من الجحيم البعيد عن عيون العالم الخارجي هنا وضعنا صعب على بلادنا بلادنا كنا مرتاحين كنا شراب برود وحطب عندنا موجود كل حاجة موجودة هنا صعب عندنا الأكل وحصاصه وقالنا بين البارد ما بش معنا بعيان ما بش معنا سامن زي الناس نحو 190 أسرة نازحة في المخيم تكابد عذابات يومية لا تخلو من المآسي في وضع أقل ما يمكن أن يطلق عليه محاولة الإقامة في العدم الجوع والأمراض المنتشرة في أوساط سكان المخيم سيما النساء والأطفال أبرز الشواهد في ظل غياب تام للفرق الطبية والرعاية الصحية في الوقت الذي ما يزال يشهد فيه تدفقا مستمرا لأعداد الوافدين إليه بالنسبة للنازحين في قرية المشقافة عددهم كل مالهم متزايد حوالي الآن مائة وتسعة وثمانين نازح المتواجدين داخل المخيم والمخيم النازحين من أبناء تعز من منطقة ورزان والضباب والبرح وبرضة من محافظة الحديدة يعني تواجدوا داخل هذا المخيم ويشمل فيها أمراض كثيرة توفيل الغذاء وإعداد الوجبات هو الآخر مشقة الرحلة اليومية إلى العذاب في البحث عن الحطب فالوقود وأدوات الطبخ صعبة المنال بالنسبة للنازحين وهو ما يضاعف من معاناتهم في لحظة لم تلتفت لهم حتى بعض المنظمات المحلية أو تلك العاملة في الجوانب الإنسانية تتعدد ظروف العيش في هذه المساحة المخصصة فقط لاختبار البقاء على قيد الحياة فالحاجة والمعاناة لدى مجتمع النازحين هنا في مخيم المشقافة في محافظة لحج يلخص صورة عما آلت إليه الأوضاع في أجزاء واسعة من البلاد خصوصا تلك الغائبة عن العدسات وشاشات الإعلام اشتركوا في القناة